القوات العراقية بجميع أصنافها العسكرية والأمنية والعشائرية تخوض عمليات شبه يومية لمطاردة فلول داعش المتحصنة في جبال حمرين والكهوف في الصحراء العراقية مترامية الأطراف باتجاه الحدود السورية وتمكنت خلال الأسابيع الماضية من قتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير مقراتهم المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول أعلن عن انطلاق عملية عسكرية واسعة من سبع محاور وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطائرات التحالف لتفتش الصحراء التي ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية السورية ويتخذ تنظيم داعش الإرهابي من الصحراء الغربية في العراق ملاذا آمنا لعناصره ويشن الهجمات المسلحة ضد القوات العراقية وعلى الرغم من أعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا إلا أن مناطق عديدة من المحافظات العراقية وخاصة المحاذية للحدود السورية تشهد تسلل عناصر من التنظيم إلى داخل المدن لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين